اشتركوا في القناة للشباب ورياضة وذلك بمناسبة فوز العداء وينفرد يافي بلقب الدوري الماسي العالمي لألعاب القوى الفين وثلاثة وعشرين عيث استطاعت العداء تحقيق هذا اللقب في سباق ثلاثة ألاف متر موانع للسيدات كما حققت ثاني أفضل زمن عالمي بالتاريخ في هذا السباق وأكد سموه بأن هذا الإنجاز عكاس لما يحظى به القطاع الرياضي من دعم ومساندة من جلالة الملك المعظم ومؤذرة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد بكافة الرياضات وأشهد سمو الشيخ خالد بن حمد بالنتيجة العالمية المتميزة التي حققتها العداء وينفرد يافي بتحقيق ها ثاني أفضل زمن في التاريخ وتحطيم الرقم الأسيوي والشخصي لها بالإضافة إلى تحطيم رقم البطولة وهو ما يعكس مستواها العالي وإمكانياتها المتميزة في هذا السباق لتعلن عن نواياها الجادة في المنافسة على ذهبية ثلاثة ألاف متر موانع للسيدات في أولمبياد باريس الفين وأربعة وعشرين متمنيا سموه لها دوام التوفيق والنجاح هذا وقد نجحت العداء وينفرد يافي بتحقيق المركز الأول في الجولة الأخيرة من الدوري الماسي والتي أقيمت مؤخرا في ولاية يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية بزمن ثماني دقائق وخمسين ثانية وست وستين جزءا من الثانية لتحرز ثاني أفضل زمن عالمي وحطمت وينفرد يافي الرقم الأسيوي ورقمها الشخصي ورقم البطولة لتعتلي منصة التتويج بكل جدارة كبطلة لهذا السباق في الدوري الماسي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر